حذر رئيس الفرنسي مانويل ماكرون تركيا من أن عمليتها ضد المسلحين أكراد شمال سوريا ينبغي أن تكون ذريعا لغزو البلاد مشددا على ضرورة تنسيق أنقرة تحركاتها مع حلفائها وأوضح ماكرون أنه يخشى من أن تتخذ العملية ملحة آخر غير محاربة الإرهاب على الحدود التركية وتحولها إلى غزو ومشكلة حقيقية بالنسبة لفرنسا على حد قوله